موسيقى كلان الأيام القليلة الماضية تمكنت قوات الأمن العام وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى من رصد وتحديد ومداهمة عدة أوكار إرهابية مسرحيات خليفية تعرضها السلطات الحاكمة في البحرين بين الحين والآخر على وسائل إعلامها في محاولة بائسة لإلصاق تهمة الإرهاب بالحراك الجماهيري المطالب بالعدالة والمتواصل في البلاد منذ أكثر من خمس سنوات لم تعرض السلطات يوما شريطا لمنفذ عملية انتحارية تستهدف مركزا للتسوق في البحرين أو لإرهابي يقوم بذبح طفل في البلاد أو تبجير لمسجد وكما تفعل الجماعات الإرهابية في سوريا والعراق لكنها تعرض صورا لمن تظن أنه مشارك في الاحتجاجات الجماهيرية المطالبة بإنهاء حكم عائلة آل خليفة الدموي آخر هذه المسرحيات تلك التي تم عرضها يوم الخميس الفائت والتي ادعت فيها السلطات القبض على خمسة بحرانيين بتهمة التخطيط لتنفيذ عملية إرهابية سبقتها في شهر يونيو الماضي مسرحية أخرى ادعت خلالها القبضة على جماعة إرهابية تدعى بمجموعة البسطة ووجهت عبرها اتهامات للأخوين علي ومحمد فقراوي الذان اعتقلتهم العام الماضي وبلا أي سبب سوى اعتراضهما على اقتحام منزلهما بلا إذن من النيابة لقد جئناكم بالذبح يا عباد المجوس مسرحيات تهدف إلى التغطية على دور العائلة الخليفية في دعم الإرهاب في المنطقة والعالم وهي التي سمحت للجماعات الإرهابية بالعمل بحرية في البحرين وهي التي تروج للفكر التكفيري في مؤسساتها الأمنية ومن خلال بعض رجال الدين المرتبطين بها هذه المسرحيات لا تعكس سوى خيبتها بالنظام الذي فشل في لسق تهمة الإرهاب بالحراك الشعبي في البحرين والذي أجمع المجتمع الدولي على مشروعيته لن نكيز نظام لن نكيز نظام